إباعة والنشر اتجدد دعوتها إلى احترام أخلاقية المهنة قواعد نشر الخبر الصحفي وما يعني ذلك من دقة في مصادر المعلومة وعدم خدمة أجندات سياسية سواء كانت داخلية وإلا خارجية وتدعمهم الصحفيين وصحفيات إلى تحري الدقة والخبر الصحيح وعدم الإنجرار وراء نشر أخبار غير موثوقة خاصة أن حرية الصحافة والتعبير لا تعني أبدا نشر أخبار زائفة وإنما تعني المسؤولية وترفض أيضا سياسة المكيلين اللي تتبح دولة ومؤسساتها القضائية مدنية كانت أو عسكرية وذلك من خلال السرعة برفع قضايا وفتح أبحاث ضد المخالفين وعدم تتبع المويلين للسلطة في تونس مهما كانت خطورة تصريحاتهم إذن كان هذا موقف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من الجدل الذي أثير بعد تصريح يعني الصحفي صالح أعطية إذن نبدأ معك حذيمي الكلام اللي قالوا الصحفي صالح أعطية على غاية كبيرة الحقيقة من الخطورة والدقة عندما نتحدث عن مؤسسة العسكرية وأيضا نتحدث عن الجيش الوطني هوني النقاش إخذاء زوز زوية زوية يقول لني حذيمي فما شكون يقول أنه ما يجيش اليوم صحفي يتحاكم عسكريا كان من الأجدر أنه يتم فتح بحث تحقيقي حول المضمون بتاع الكلام اللي قالوا يعني الخبر فحوى الخبر لكلام اللي قالوا مش شكون اللي قالوا وفما شكون يقول أنه هذي التصريح خطر جدا مهم جدا ما قامت به النيابة العسكرية أنه تم فتح بحث تحقيقي وليمكن مرور يعني أنه يصير مرور الكرام يعني في علاقة بمسألتهم الأمن القومي خاصة أنه التصريح هذي يجي في سياق يعني قبل أسبوع من إضراب الاتحاد الاتحاد اللي بشيكون نهار ستاش جواء الجاري يعني تقريبا أربع أيام وكما قلنا فما شكون يقول لك أنه يحاكم شخص مدني صحفي أمام القضاء العسكري خارج إطار المرسوم مية وخمسطاش وأمر مرفوض ومدين كيفاش تبعت الموضوع ذي ورايك حذي شوف هي هو صحيح معناها الحاد فهذية هي خطيرة جدا خطيرة عليش لأنها فيها برشة مستويات المستوى الأول هو أنه صحفي صالحاتية يعني يصرح إلى قناة أجنبية وتصريح فيه مس من ثلاثة مؤسسات كبرى هي عماد العماد في تونس معناها اللي هي اتحاد العام تونسي للشغل اللي هي رئاسة الجمهورية واللي هي المؤسسة العسكرية واحنا المؤسسة العسكرية في تونس معروفة عندها عقيدة هي أنها لا تتدخل وكانت دائما صمام الأمان لعدة وينسة وينسة الكل يتذكروا حتى ساعات يتعاركوا مع المؤسسة الأمنية المؤسسة العسكرية عندها تحظى بنوع من الثيقة وكان دائما في المحطات معناها تعاضد المواطنين ونتفكروا إحنا بعد الثورة كيفاش الناس تقدم لها في الظهور وفي الورود إلى آخرين هو لحقيقة لكلام متاعه التصريح متاعه اختير ومحقوش قام به في قناة معروفة ومعروفة القناة هذية شنو عملت في التونس وحاجة ثانية الصحفي هذا يعني مع الأسف معروف كذلك بانتماءه السياسي ولكن يحق أن تقع محاكمته على تصريحاته ولكن أنا كذلك واعتبر أنه يعني البيانة من نقابة الصحفيين كان على مستوى المأمول معناها عمل نيونسي هكا بين من جهة خطور خموقف وين الخطأ وين صاوب أنا أنا ضد كل محاكمة عسكرية ما فماش داعي باش أنها يمثل صحة خاصة بالنسبة الصحفي قدام القضاء العسكري خاصة أنه المرسوم من 115 يحفظ حقه في أنه المعلومة هذيك يحق له أن يقدمها معناه أنه يحتفظ بها نفسه مصدر المعلومة أنا ضد محاكمة المواطنين ضد محاكمة الصحفيين خاصة أمام القضاء العسكري خطر سيبقى خطيرة وبش تحل البيب لبرشة حاجات اليوم أنت تتكلم اليوم مثلا في هالبلاتو هذية غدوة تقول كلمة تتحاكم قدام القضاء العسكري يعني وكأنه من كلمك تقول أنه وكأنه الأعلام أصبح مستهدف من كلمة مستهدف يلزم شوف يلزم كل إنسان يتحاسب على شنو يقول هذي تصريحات خطيرة كما قتلك بش ما يتحرفش كلمي كما قتلك معناته هو مس من المؤسسة العسكرية مس من المؤسسة رئاسة الجمهورية مس من وخاصة أنه يعني أمين الأمين العام للاتحاد للاتحاد عام تونسي للشغل كذب مباشرة ونيابة العمومية حركت وقال أنه الأمن القومي مش خط أحمر وإحنا لكنا مع الأمن القومي ومع خط أحمر ولكن علش ما يتقضاش أمام القضاء المدني علش قدام القضاء العسكري يعني الصحو فيه لا يحاكم خارج إطار المرسومة مية وخمستاش علش اللي هو ينظم حرية الصحافة واتباعه وانش وغيره وحاجة أخرى راه صحافي ينجم يقول إحنا صارت سابقة توجيه شهرين وقت هالجيسمي مراسل إذاعة موزيق مراسل إذاعة موزيق وقت اللي يعطاه خبر كذلك وقالوا له شنو المصادر متاعه وفي نهاية الأمر حصل مقاله سامير ديلو اللي هو عظو بدفاع عن الصحو في صالح أعطيه يقول أنه طلب منه شكون المصدر اللي قالوا على المعلومة هذية ولكنه رفض الإدلاء بمصدره رفضه بور لماما يعني انتلاقا واستنادا على ما يقتضيه ما يقوله المرسومة مية وخمستاش أتون شوفوا في الأيام القادمة على خطر تارس على فكرة هو اليوم أمام بشعر أمام أنظار المحكمة العسكرية على خطره صحافي ولا أي شخص ينجم يقدم المعلومة متاعه للقاضي ونجم يطلب السرية الكاملة أنها ما تقدمش حتى للمحامات ولا للإعلام ولا حاجة نشوفوا معنتها أنا أنا ضد القضاء لأنهم يقوموا يعني بمحاكمات أمام القضاء العسكري هذية محاكمة تجم تقوم يتخلى عليها القضاء العسكري القضاء المدني واضح هذ ناخذ رأي سلاح الدين ديودي كيفش تابع الموجوع الجدل النقاش الذي فتحه وأثار برشة جدل السلاح كيفش تابعته شنية رأيك؟ أنا أولا الجدل وعبارة الجدل في حداتها والمجادلة والجدال من حبوش أخليقها من عند ربي لأنه أنا تكويني بعيدة للحكايات هذه ثانيا ثم حاجات مثيرة للاستغراب تعوى مثلا يا سيدي هاو ثم قانون في البلاد ينحوا القانون في البلاد طالبوا أنه يتنحى القانون في البلاد أما تقول لي هذا لا وخمستاش وستاش وكذا ونرجعوا لحاجة أخرى أحنا تحدثنا عليها هون يقبل يخي أنتش كونستهتفك في يوم من الأيام مش معناها الإعلام مستهتف ثميش أنا عندي أعلام مستهتف وثم مجموعة من الصحفيين ونجم نذكرهم لك بالاسم جوقة أنا قلت النجم نذكرهم ما قلت لك ش سأذكره نجم نذكرهم نجم نذكرهم نجم نذكرهم المهم أجماعة عظم أسيدي عندهم مديدة ولا قليم أذايا هالجيش والمؤسسة العسكرية ولا قليم نهار هالثنين ويحكوا على الجيش ثلاثة توا التحري ممكن ولا لا بالنسبة للصحافي ألم يكون من الممكن أن نتحرر لدى جهة من الجهاد وفل تكون الاتحاد نفرض وسيدي المؤسسة العسكرية وإلى آخرها أو الحكوم كان يمكن التحري ثنين أنا روما نحبش نتحط برشا علاش أولا لأنه سي صالح هو في وضع الآن من سوف يسأل ودونك أنا ما ليس من أخلاقياتي إنه في الوضعيات هذه معناها أن أعطي رأيي جذري ولا راديكالي ولا رأي قاسي لكن أنا سي صالح حكيت أنا وياه ممكن شهرين لتالي بالصدفة في وضع من الأوضاع معناها يتحدث في حاجات هكا من نوع ذا ليس هذه ليس هذه الاتحاد والجيش والآخر ديما قتلك ثم مجموعة من الصحفيين مجموعة من الناشطين جنيرال ما هم الجمعرم اللي يحكيه على ضد 25 جويل كل مرة يخترعوا حكاية مرة يقول لك مخابرات أجنبية مرة يقول لك الدول الأجنبية مرة يقول لك جيش أنا قتلك هنا بيدي هاو على الهواء ممكن شهرين ثلاثة تحدثت أنا جات صدفة هي تحدثنا حكالي على سيناريوات وإلى آخر هذي مسألة ثانية وأنهي بالقول أنتي توا قلت المضمون مش شكون قال هذي رايح حتى في الصحافة ما تجيش عندي هذي نحكو على المضمون ومنحكوش على شقال علاش أنا ما قلت رجعة نظر لا حتى في الصحافة حتى في الصحافة ثم أربع خمسة سؤالات دائما وبدان مع بعضهم شبكة حتى العقل ما يقبلش أنتي أنا ما قلتش السماء صافية بش نقول والله شكون قال السماء صافية إنش ميكون حتى حد ولا البركان سيثور مانيش هنا هوني يعني يعني سيخ كذا كان لكلم ما كانش مثبت ما كانش فما براهيمة فماش كانت تحري أنا ولات عندي مشكلة أنا ولات عندي مشكلة تكلمت عليها في ديوانة فهم ألف مرة يا جماعة شنو هالخبر عندكم شنو أصلاً الخبر شنو أصلاً المعلومة رأنا دخلنا في متاهة كبرى رأو لي نفادلكم بالأمورة ذية أخيراً أنت كتقول الرئيس وقال للجيش والجيش قال للاتحاد ولست أدري هاي رواية هذية تقولها قال 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 دونك شكون 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 أنهي بالقول قولاً واحداً قلت لك لأنه السيد صالح هو طبعاً يتحمل مسؤوليته وهو الآن سوف كذا وكذا وأنا ليس من أخلاقياتي أني نتكلم بقصوة وأنا نتمنى له أنه معناها يكون ثمام مخرج مناسب في الموضوع ذايا لكن يا ناس رأوا الشيء هذية رأوا أكثر من خطير أكثر من خطير أعملوا عقولكم شوية رأوا ليس لي أجنع عيون لا الغنوشي ولا فلان ولا زيت نحبش نذكر لسامي كل معناها تعملوا في الخزع بلاتة ذية رأوا حتى كي تكون ثمام مشكلة في البلاد وحقيقة ونبدأ أنا متأكد منها فيه يعني تصريحات هذية من كلمك لصالح جهات سياسية معينة سياحة بش نعطيك سياق أنا نعرف سياق قتلك أنا فلان فلان توا أنا كي نبدأ حتى نعرف أنه ثم مشكلة لقدر الله بين الجيش والاستو أدري والاتحاد وكذا رأني من ترحش الأمور لأنه هاو السياق السياق صار نقاش والنقاش صار مع صديق وكان علي قناة الجزيرة وسي صالح تهشمت أمام المتفرجين كل الحجج وكل الحكايات اللي يحكي فاه ففي الأخر قال أنا عندي معلومة ومش نقلب بها الدنيا وتمسك أنه يقول هالمعلومة دي واكشفت هالمعلومة دي قتلك أنا إنسان عاقل حتى لا قدر الله عندي مشكلة في البلاد ما نتحدثش أنا بالطريقة هذية وفي الأمورة دي فما أدراك بالتفاصيل متاع الموضوع وحنا عنا حوار وعنا الاتحاد وعنا إمكانية ضراب والإضراب إن شاء الله موش بش يصير معناها وكذا كذا وسمحني معناها الأمور ما تمشيش بالكل كل واحد الناس يزمها وحتى التناول الإعلامي للموضوع عذاية راو زادة ولا معناها بصراحة ولا ما هوش باي بالكل حتى التناول الإعلامي حتى البيانات يخوة كل واحد وراي وصحيح أنا نحترم كذا لكن معناها ساعة إنسان يزم يعطي موقف حقيقي مش منا ومنا 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 ومن غادي تحكي لا بيانا قصص الصحفي حسيني يا خوة موقف حقيقي ما تقوليش منا ومنا موقف مش واضح يا خبيبي ما تقوليش منا ومنا 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 أنا نعمل ما نعمل اللي اللي يجي البالي غالط ولا صحيح وبعدين نقول هاي محاكمة عسكرية وبعدين نقول هاو تعدي على مرشنوها وهاي الصحافة مرشنوها ومهبط لي معناها درجيحة معناها متاع واحدة شي اسمك الليفتة طولها مليون متر وعندها شهرين الخطر الدهم على الارهاب وتي سعيبونها احنا نفهم وراو لومورا ذي وشوية معقولية وشوية عقلانية واللي عنده حق توياخده واللي عارض على حق صحيح نخذ رايز في الموضوع ذي سليح سليح يقولك مثلا انت قد منذ قليل بطريقة مباشرة غير مباشرة يعني البيان متاع نقابة الصحفيين تونسيين يقولك لازم يكون فما موقف واضح كما شفنا نقابة الصحفيين حكيت من جهة قانونية احكيت ايضا من جهة مهنية قلت انت اللي حاولت انها تعمل المعادلة في علاقة بزاويتين نذوم شنو رايك في الكلام اللي قالوا زملائهم متاع الجزيرة قالوا مخجل المواقف متاع بعض الزملاء مخجلة من البانخ بشتفهم السياسة معاش الصحافة ذي اخذيت وقتك خلت اخذ حاجة انا في الحقيقة عتيت اخذيت راي لكن نعاود ومسالش انا بالنسبة ليا نشوف اللي صالح عطيه هو امام المحكمة المحكمة هي بشتحكم عليه وهي بشتشوف معندها بشتشوف صحة الاقوال متاع وكل انا الراء اللي هو اخطر وانا منحبششكون يمس المؤسسة العسكرية كما قلت لك المؤسسة العسكرية عندها عقيدة وبعيدة وكان ديما صمام امان وكل وحتى الاتحاد وهذا يدخل فتنة في البلاد وتصريحات على قنوات اجنبية رغم ان الناس كل ولا تتصرح على قنوات اجنبية حتى الناس في الحكومة ولا تتصرح على قنوات اجنبية ولكن انا هذا مرفوض لكن اعتبر انه موقف قناة موقف نقاب الصحفيين هو موقف معقول معتدل لانه في نهاية الامر هو صحفي زادة وهذا زادة يعني زاوية مهنية كيفاش تم طرح المسألة هذية هو صحفي هل تم التحري بخصوص الاخبار هذية ولا انه يخرج هكاكة يعني هي طرحة عنيش قضاء العسكري رهو القضاء العسكري في حالات قصوى وفي حالات نحن احنا نحبو المواطنين والصحفيين ونحبو دي ما يقعد زادة مرسوم ميوخ مستاش زادة ما يقعش التعدي عليه زادة خطا هذك هو الحاجة الوحيدة مكسب الوحيد وفا ما يا زميلة حذامي نعملوا بالقوانين الموجودة حتى تتغير نعم 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 وقت عن نصوز اخبار اخرين زادة مهمين برشا نحكيه وعلى ما قاله الامين العام للاتحاد العام والله والله مهم نتعديو للاخبار الموالي ومهم ايضا نحكيه وعلى امين عام المنظمة الشغيلة نوردين طابوبي اللي كانت كلمة لي في افتتاح المؤتمر الجهوي بتونس النهار السبب التحدي شجوان الفين واثنين وعشرين ويحكي على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يحكي ايضا على حكومة نجلة بودن اسمه اكستريم اللي قاله ونرجو للتعليق احنا لن بيعو لنش صندوق النقد الدولي اهو اللعب الشيط نوين طيوانتي مؤسسة دولية امساها ما فيك الحكومات وش داخل منظمة نقابية يزم تقول يزم تجيد صحح بعض ناس في داخلنا يقولك والله شوف الاتحاد وعظمته معناه كذا وهو صندوق النقد الدولي شارة الاتحاد مش صحيح يحب يهدككم لانه اهوش يسير بالضبط كان صحح الاتحاد هو الاتحاد تخلق من رحم الشعب ومن عمق الطبقة المفقرة والمهمشة والمتوسطة ويدافع البطلين ويدافع ضد اشكال عمل انشاء ويدافع لكل القضايا العادلة هاو الاتحاد وغضوا كما صحتوش ريتوا بلا لخلقوا ربي كله ما تصرف انتع الحكومات المتعاقب بل اليوم اسباب الاتحاد هو اللي خلاكوا مسحح ماناش المصححين وما نوافقوش على الخيارات الموجعة والمؤلمة الوطن كلفنا ذلك ولن نتراجع اذا كان هذا تصريح امين عام المنظمة الشغيلة النوردين الطابوبي في المقابل اكيد لكنا تبعنا الحوار اللي اجراه وزير التشغيل والناتق باسم الحكومة سيناصر الدين النسيبي على قناة فرانس فانتكات حكي ايضا على صندوق النقد الدولي حكي ايضا على علاقتهم بالمنظمة الشغيلة نسمو اكستريم اللي قاله نحن مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تقدمت بشكل جيد جدا والحوار مع جميع شركاء تونس هو حوار جدي صريح مبني على الشفافية اليوم مع صندوق النقد الدولي تقدمنا كثيرا جدا ورأينا البارحة ان الناتق الرسمي باسم صندوق النقد الدولي اعلن ان ملف تونس قبلة وقريبا جدا سننطلق وقريبا جدا سننطلق في مناقشة الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي نحن مع طويلة الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل ونرجح دائما الحوار ونعلم جيدا مدامة بوصلتنا تونس ومصلحة تونس لا اقولها اليوم انا اعتقد انه بامكاننا بكل صدق ان نتفادى الاضراب ان شاء الله مع الاخوة في الاتحاد العام التونسي للشغل سنجد الحلول اذا حديما نعطيك التعليق اذا النطق باسم الحكومة وزير التشغيل ناصر الدين انسيبي لفرنس فاندكا تقول انه ما زلت ايديهم مفتوحة للاتحاد الشغل بشي تحاوروا معه ويقول ان رجح ايضا انه فم امكانية انه يتم الغاء الاضراب ويقول الحوار مازل يعني ممكن فرضية قوية برشا شنو تعليقك؟ حتى سيمي طهري ما عندها قال ما زلت كما لقال عشهين هو ديما فما فرصة ما عندها فرصة لتونس وفرصة انه يقع الحوار وفي مصلحة تونس انه يقع الحوار بين هذه الحكومة وبين الاتحاد العام التونسي للشغل اللي نجم اللحظوه هو انه في الفترة الاخيرة وقعت شيطنة الاتحاد العام التونسي للشغل وقعت محاولة اختراق الاتحاد العام التونسي للشغل وهذا الكل خلى القياديين بتاع الاتحاد العام التونسي للشغل ياخذوا لموقف هذية باعتبار انها الحكومة هذية اللي هي حكومة يعني حكومة معينة بمرسوم ولفترة انتقالية ما تنجمش تقحم تونس وتقحم أجيال كبيرة في أعوام جاية هي نورمال مو حكومة يلزمها تلقى حلول يلزمها تكون براجماتية للفترة هذية ومسألة صندوق النقد الدولي هي ما التجأت للاتحاد وحبته يصحح كان وقت لي صندوق النقد الدولي شرطت عليها أن شريك الاجتماعي يلزم يكون يصحح ويحبوا الاتحاد يحبوا الاتحاد كلفهم ما كلفهم ذلك يصحح على هالإصلاحات الموجعة الاتحاد شنو يقول الاتحاد راه وشوف الاتحاد مع كل الهينات اللي عند الاتحاد وكل ما نجمون عملوها الاتحاد الاتحاد كما قال نوردين الطبوبي الاتحاد عنده تاريخ الاتحاد تأسس من عام 1946 وكان في كل المحطات في كل المحطات التاريخية فاعل الناس تتذكر 1978 الناس تتذكر في الخبز في 1983 وفي جانبي 2011 والناس اللي تتذكر الاتحاد وقت التضرب ضربته يعني حركة النهضة في 4 ديسمبر 2012 الهبة متاع كل المجتمع التونسي اللي ما يحبش الاتحاد الاتحاد عنده مليون منخارط الاتحاد هو سواعد تونس الاتحاد بش يقوم بأضراب هذا الأضراب ذكر الحكومة في مناخات 2011 وحديش ويحب بكل الطرق أنه الاتحاد الحل الوحيد هو أنه الاتحاد يكون شريك فاعل ومش استشاري وكلامه يكون تقريري لأنه هو الوحيد اللي يداف على التونسي اليوم وافع أصلاح قلت فاما سمعتك بك لشوي قلت فاما لقاء بمرتقب اليوم العشر وفاما إمكانية أنه يتلغى إذرب 16 جوان وإلا ليس نعم نعم هذا جانب من الأمور التي ننتظرها والتي نرجو أن تقع طبعا لأسباب تتعلق بحقوق طبعا الشغالين وتتعلق باستقرار الأوضاع تتعلق بوضع التونسيين بوضعنا عام بوجهنا عام لكن هنا أريد أيضا أن أبدي وجهة نظري في أمر مدقق أي القول أنه الحكومة ما يزمهاش تعمل اتفاقات وكذا أنا في رأيي غال تماما احنا توعى عنا شهور مخلصين فيهم ما لا يقل على معناها 2600 مليون دولار طبعا بالاجتهادات الكل اللي صايرة في البلاد وطبعا الوضع متاع البلاد هو بلاد قائمة حكومة قائمة دولة قائمة شعب موجود ويلزم ميزانتنا تتمول ويلزم أتوان سيعيشوا ويلزم الدولة تعمل ويلزم الاقتصاد يتحرك مش مش نبقوا نستنوا حتى ليجي فلان ويمشي فلتان وهي المشكلة جزتها ما هوني هي المشكلة هوني هو أنا اللي فهمته مش اللي فهمته بعض التفاصيل التي تم تفسيرها لنا بيانت بمنطوقهم وليس بمنطوقي أنه 2013 و2013 مرتين اللي تعداوا كنا من نجموش نمشوا بالكل صندوق النقد الدولي كان يمكن أن لا تذهب البلاد التونسية إلى هذه الصندوق أصلا لولا ولولا ولولا مش مش ندخل في التفاصيل من بين هذه الأمور هالحكومات نحي حكومة وجيب حكومة ونحي حكومة وجيب حكومة والأقل منذ وفاة الرئيس السابق الباجي قيد السبسي ويعني عدم الاستقرار بدأ يتفاقم وبدأت الأمور تأخوا وجهها كذا كذا ثم هوا عندي تفصيلة هوني هي راي المراجعة الإخرانية وقعت نهار 12 جوان 2019 عندها ثلاثة سنين التالي في علاقة بصندوق النقد الدولي قبل نهاية مارس كان منفروض أنه يصير اتفاق دايور الإصلاحات هي بدأت في قانون المالية في 23 فيفري كانت وفاة البعثة في التاريخ هذاك 24 فيفري قامت الحرب في أوكرانيا حرب روسيا مع الأطلسي مع أمريكا والاتحاد الأوروبي معناها هذا يعليش نقول فيهن لأنه هوني صندوق النقد الدولي عمل حاجة ما عملهاش قبل ماهوش يجي ويعاين ويحكي مع هذا ومع هذا ومبعد يقولهم ما عملوا وعملوا لا قلهم اتفضلوا أبدوا في الإصلاحات وعطوني انتوا مش نوا تحبوا وبعدين انتوا تناقشوا وهذا جيد جدا أولا لأنه حقيقة ما عاش عنده ثقة في الناس فالعشرية هذا فالزوز حاجات اللي صاروا زوز اتفاقات اللي صاروا قبل أولا وثانيا إذا كان انت عندك الفرصة باش أنت تقدم وجهة نظرك في الإصلاحات وتبدأ فيها هوني ثمه إن كيستيون اسمها قابلية الدفاع على البرنامج اللي انت تارحه أو إمكانية تحقيقه أو وجهته أو إمكانية تحقيقه أمامها الرقض والانتقاد الشديد من إتحاد الشغل لا 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 يصلاح أحنا طوى قاعدين نحكيه وعلى العلاقة بالحكومة أصبر هاني مش نفسر لك واتحاد الشغل وقتش تخلف الموضوع أصبر شوي وقت لي أنت تقول هذا أعطيني برنامجك أنت ش تقول أنت تحب بلادك تستقر تقول يلزمني الطرف الفلاني والفلتاني يكون شارك معايا داكور دو لأنه حكاية الاتحاد وليتكاء وغيرها في الزوز اتفاقات اللي صاروا والفين تلاتاش والفين وستاش اللي اشترها ما تمش تحقيقها ونقول لك أقل من خمسين بالمئة من اللي تم الاتفاق عليه تم تنفيذه عليش نقول لك تخطط حاجة وما تنفيذهش حتى حد ما عاد يحترمك في العالم داكور دو الآن بطبيعة الحال يطرح نفس الشي إذا أنت عندك ضربات وعندك اتفاقات لم يتم لإفاء بها حتى هذه اللحظة وعندك مشاكل وعندك عدم استقرار اجتماعي وعندك حواري يزم يتم مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ابتسام بطبيعة الحال سيكون هذا شرط منشوروت وهنا أعلق تعليق أخير اللي كان يقول فيه الأخ الأمين العام في الكلام الأولاني هو مجرد شعبوية ما يقول هو الأمين العام للمنظمة الشغيلة هو مجرد شعبوية ليش إزاي مش الأمين العام الأخ الأمين العام اللي كان يقول فيه الأخ الأمين العام في الجزء الأول مكلامه هو مجرد شعبوية ويحبوا يدخلوكم منها ويحبوا البلاد ويحبوا البلاد بينما هو يعرف أنه بمجر هاو الكلام الإيجابي بمجرد أن يعني نخرج من هذه الأوضاع المضطربة قليلا واللي فيها شوية تململ واللي فيها شوية تفاهم بين الاتحاد وبين الحكومة ونذهب الاتفاقات افضل ونتقدم في الحوار الاختصادي والاجتماعي افضل ونتقدم في الافاة بتعاودات مع الاتحاد اتحادنا بطبيعة الحالي الاتحاد يزموا يناقش الامور المشراري عليها ويزموا يحاول لحسنها وعندما يتحقق ذلك طبعا سيكون واضح نتعدى للخبر الثالث والاخير عميد سيدق بالعيد هو رئيس المناسق للجنة الاستشارية لارساء الجمهورية الجديدة في الاجتماع الثالث اللي كان التقى فيه ممثلين عن الحكومة سئلة عن احترام للاجال القانونية وانه الدستور او مسودة الدستور الجديد تكون حاضرة في عشر جوان هذا اكستريم اللي قالوا نصمم بعضنا سيد عميد نهار عشرين جوان نوصل الدستور رغم الخلافات والنقاشات الموجودة وغزارة الافكار الموجودة فما كانت ربي اللي نجم يقول لك ولا سيدي بالاحسن لا سيد عميد خاطر فما رزنامها محطوط عموما في تصوركم انه على الاقل في العشر ايام الاخيرة الشهر جوان كل عنا دستور اللي قشنا يسيبوتي من فورميد دسا هل يمكن على الرغم من غزارة ربي سهل إذن العميد الصيدق بالعيد وأجل الانتهاء من الدستور الجديد مسوذة الدستور الجديد وقل فما ربي ولا سيدي بالحسن نجم إي جاوبكم على كل حديم شنو تعليقك على التصريح هذه في علاقكم برمي متابعتك حتى لأعمال اللجنة الاستشارية هذا في تماهي عام مع الجو العام في البلاد اللي ماهوش عبجو عقليني ماهوش جو يعني متاع احترام الأجيل احترام الصحفيين احترام الكلم اللي نقولوه في الحقيقة هو بون رهو سي صدق بالعيد سيتيون بخسوناليتي سنباتيك معنتها كيما كيما يفكرنا في الباجي كيما في رشيد عمار وقت اللي قال لنا تونس شددها الأولياء والصالحين معناها ديما هذي احنا كيف نفن فما شوية عجز ولا حاجة نقول ويا برا برك ان شاء الله ربي ان شاء الله تصيرك الحاجة ان شاء الله اقحام الديني في الخطاب السياسي حاضر بقوة انا نقولو دستير لا تصنعوا على الهواء اكثر مشترك بين افراد الشعب نورمال ما يزم يكون فيه الشعب والتاريخ لن يرحمنا الكلام هذي الكل طو بعض اجيال اخرى تقعد تحلوا وتاريخ مايرحمش واضح ما قعد ناش برشا وقت في دقيقة اصلاح تعليقك تفاعلكم على الكلام اللي قالتو حذمي طو اللي كان يقولو تصرف الاستاذ المرحوم الرئيس لباجي قايا سيبسي مع الصحافة كان بعيدا تماما يعني عن تصرف العميد بالعيد تصرف العميد بالعيد انا نحزده انو معناها شاد عصابو لانو ثم اسألة زادة تسأل وثم طريقة في السؤالات وثم حاجات ركيكة وركيكة وركيكة جدا الى حد القرف كتقول انت خلنكمل كلامي في الصحافة يعني تم اصلا تجي من الصحافة اي 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 تم اصلا تجي نعطي في رايي اي انا نعطي في رايي خليني كمال رايي ما تاخذ ليش وقت ما تنقشوش قطلي دقيقة خلنكمل نكمل فكرتي قطلي كمال صحافيين يوجهوا في اسألة من الركاكة الركيكة جدا التي تترك ركولها الجبال باهي طوام وعدموش اسأل اخبار سليح بعد الاخبار ويعفو كل شيء ورزنا ما ستحترم وسينجزو العمل في موعده مش نبنقشو في الموضوع هذي بعد موجز الاخبار ورجعين موصلنا معكم برنامج هوني تونس